موزيعة أرمانية من التلفزيون السوري عاملة تقرير عن الجامع الأموي طالع على محطة سيئن أن الأمريكي أنا وقفت بسبب موقفهم من الحرب على سوريا نحن تهجرنا من بيتنا ببداية 2013 طلعنا هيك بتيابنا اللي أنا كنت بالنشرة حتى ما قدرت أوصل على بيتي أنا جدي وأبي خلقوا هون عاشوا هون وماتوا هون وأنا خلقت هون وعايشة هون وبدأي موت هون كما ننصبت وليتي منصب رئيسة شعبة المذيعات بالقناة التانية للتلفزيون السوري بعدين نائب مدير الإعلام الخارجي بالتلفزيون السوري حتى 2018 منصب المستشارة الدبلوماسية والإعلامية ومديرة المركز الإعلامي للمجلس القانوني الأممي العربي الأرمني كان حلمك منصب وزيرة نائبة أبدا بس هنن هيك دي بوش مي ما بتحبي ما بتهميك الكراسي ولا المناصب ولا بتحبي العمل الميداني بتخيل لأنه أنا دائما بقول مو الكرسي اللي بدوا يعطيني إيميل أنا اللي بعطي إيميل الكرسي فما كتير بيهمني المنصب يعني ما أعملي شيء ما أضف لي شيء يمكن هنن بدهم يستفادوا مثلا من خبرتي أو من شغلي من معلوماتي من إمكانياتي بسبب لغتك الإنجليزية اشتغلت كمراسل التلفزيون السوري لمحاطة الـ CNN الأمريكية لبرامج وتقارير من عام 98 لـ 2011 تجربة هالأد يعني مهمة بمسيرتك أكيد أكيد كنت كتير يعني حاول أنه دائما ضوي على الجانب المشرق من بلدنا كل شيء مثلا بيصير شيء حلو بالبلد ممكن يفرجي الوش المشرق من سوريا أبعا تلونيا مرة كنت عاملة تقرير صغير دقيقة ونص ما كان لازم التقرير يكون أطول من دقيقة ونص كنت عاملة شيء عن الجامع الأموي ففي وفد إعلامي من سوريا مسافر مبعث لأي بلد بمطار تونس يمكن شايفين على الشاشة تقرير طالع من سوريا على CNN فأحدهم أحد الزملاء كان كاتب أنه مزيعة أرمانية من التلفزيون السوري عاملة تقرير عن الجامع الأموي طالع على محطة CNN الأمريكية فحسيت أنه هيك بالفخر يعني حلو كتير حلو هات الحكية يعني أنه في في مين يقدرك ويقدر هذا الشيء بقيت إلى 2011 لحتى يمكن سكر مكتب البي بي سي أو CNN عفوا CNN بي سوريا لحتى وقف لا أنا ما انتظرت لأنه أنا وقفت بسبب موقفهم يعني من الحرب على سوريا أنا وقفت وما عدت لهم ما بقى أبعدت لهم هي ما بقى أبعدت لهم لا أي طبعا نحنا تهجرنا من بيتنا ببداية الـ 2013 طلعنا هيك بتيابنا اللي أنا كنت بالنشرة يعني حتى ما قدرت أوصل على بيتي يعني كانت أمي بالبيت وأخي بس قدرنا بالزور نطلعهم بقواعي البيت كل شي بقي هناك وطلعنا وهي هي ما عدنا رجعنا بعدين يعني صارنا عشر سنين ولكن هذا الشي ما خلاني أبدا أنه فكر أني سافر مع أنه كان في كتير فرص وكتير كان في إصرار يعني مثلا كان في كتير ناس هاجروا على كندا ناس هاجروا على إرمينيا كان فينا نطلع ولكن أنا رفضت خلص يعني هاي بلدي أنا دائما نبقى اللون بدي وجه له تحية لمدام ديانا جبور من خلال برنامجك مرة سألتني قالتلي يرادو أنت الصحفية والإعلامية أكيد قالتلي أنه يرادو أنت ليش ما بتسافري على إرمينيا قالتلي مدام أنا جدي وأبي وخلقوا هون عاشوا هون وماتوا هون وأنا خلقت هون وعايشة هون وبدأي موت هون فهذا الانتماء أنا بيعني لي كتير يعني مثلي مثل أي سوري عمعاني أوكي أنا ماني لحالي مو لحالي تهجرت يعني مو لحالي عمعاني للوضع الاقتصادي يعني لما كنا عايشين برخاء ما قلنا أنه والله بلدنا اللي خلتنا نعيش لا يعني هلأ نفس الشي يعني مثل ما قبلت العيش برخاء بتي قبل بهذا الوضع ما في شي بيدوم ما هيك شي بيخز بالقلب كانت قضيتك القضية الأرمانية يعني لما نقول حملت هالشي على عاطقك لما نقول في شي عن الأرمان يدقه لا يراده لما في قصة عن الأرمان يدق لا يراده كان يسعدك هذا الموضوع؟ هل كانت مسؤولية كبيرة وتقل؟ لا كان يسعدني يعني أنه فيه اهتمام بهذه القضية وأنا كنت حس أنه من واجبي بما أنه أصولي أنا أرمانية من واجبي يعني إذا أنا ما اشتغلت على هذا الموضوع من بده يشتغل فكنت أمبسط كتير وما يعني بالعكس حط كل جهدي حتى وثارت الثقافة بدولة أرمانية كرمتني بمدالية ذهبية وشهادتني يعني شكر على هذا الموضوع وما أنه واجبي فبالعكس ما كان عبر ولا ولا كان يزعجني بالعكس اليوم أكتر شي بتندم يعني بشغلك اللي اشتغلتي خلال أكتر من ثلاثين سنة بمجال الإعلام شو هو؟ الشغل اللي اشتغلته بمجال الإعلام شي صار معك بحياتك قرار أخذتي بتندم يعني تركتي هون رحتي هون عملتي شي بحياتك لا 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 كل شي عملته عملته بمحبة وبتفكير عن سابق أصرار وترصد لا مو كله هلا أحيانا مثلا كنت أنحط بمي كنت أنحط بموقف بس اشتغلوا بمحبة فما ما يزعجني الموضوع فما أنا متذكرة أنه عملت شي يعني أنه عندما علي أكتر شي بيستفزك شو؟ بيستفزني كتير شغل بشاكل شخصي ولا بالإعلام إلا أنا شخصي هلا أنا بيستفزوني الناس البلدين مثلا والأغبية والكسول هدا هو هدا نشيد أكتف كتير حدا بيشتغل على حاله ما بيقعد بالبيت تماما يعني مثلا إذا بقول شغلي لحده إذا بده ياخد وقت لا يفهم لا يترجم فهدا بيزعجني بحب هيك يكون الواحد أكتف بدي أسألك هيك سؤالين سريعين شوي بالوقت اللي يظل عندي عن تجربة بدي تقليلي شو مقاومات البرنامج الناجح عملتي أكتر برنامج وقتير علقه بالذاكرة لليوم يوم إذا بدني عمله شي ينجح شو بي رأيك هل هو إعداد هل هو صورة تسويق أو شو هي مقاومات البرنامج هو بالأساس كل هدول يعني هو أي عمل هو تيم وارك الإعداد كتير مهم يعني أنت بدك تعرف كيف توصل للمشاهد تحط الفكرة قبل شو الهدف من هذا البرنامج لمين أنت موجه بعدين بتحطه الطول زي يعني كيف بدك تشتغل أدواتك والطول تعملي وبدك تعرف تختار الأشخاص اللي بدون يعني يشتغلوا معك وهذا العمل الفريق هو اللي بنجح البرنامج وكل برنامج أنا اشتغلت فيه يعني كلنا كنا بنحب البرنامج فلذلك كان ينجح يعني نشتغل بمحبة فمنوصل لنقطة أنه المحبة هي اللي بتنجح اليوم خمسة سنين نبعيدي عن الأعلام السوري شو بتحسي كمراقب خارجي بينقص الأعلام السوري؟ اليوم عم تتفرجي عنه عليهم من بعيد ما بارز عم تتفرجي أصلاً بس بتحسي هيك كان بينقصنا بتقولي هيك كان لازم عملوه هلأ في كتير قصص لأنه للأسف فيه ناس يعني ما عم يشتغلوا حباً بالإعلام يعني بتحس أنه هذا ما نهو إعلام بالأسف يعني مع احترامي فيه كتير من الزملاء والزميلات أنا بتابعهم وبوجه لهم تحية كلهم وناجحين وتركوا بصمي ولكن بالجهة الأخرى فيه كتير ناس ما أنا شغلتهم بتحسهم هيك يعني جايين فقط لا شوفوني جمال المزيعة دي مطلوب كإعلامية أبداً ما نوكل شيء ثقافة ممكن هو أكيد ثقافة حضور يعني هي الكريزمة ما فينا نستند على أنه نطالع لأنها حلوة للأسف هيك عم يصير يعني للأسف هيك عم يصير بس ولكن إذا تابعنا المحطات الأجنبية منشوف أنه الشكل ما له علاقة لا الشكل ولا العمر ولا أكيد بتتابع وبتشوف أنت كمان يعني كتير مهم أنه الواحد يشتغل لأنه حابب يشتغل حابب هي المهنة حابب يعطيه شيء حابب يترك بصمي ذات ست يعني وسائل السؤال الأخير وسائل الإعلام التقليدية من إذاعة وتلفزيون خلال السنوات القادمة برأيك إلى زوال؟ الزوال لا ولكن أن ما ينقصوا اللي بتابعوهن وخاصة بالغزو الأجهزة الإلكترونية والمنصات وما عد حدا تابع يعني لا تلفزيون ولا ريديو تعرف أنت يعني أنا أسهل لي يمسك موبايلي وأفتح دور ساعة فيه إعلام بديلي اللي هو الإعلام الإلكتروني والرقمي اللي ممكن يحل ما كيف تلخصي يا رادو كيف تلخصي تجربتك بالإعلام؟ شو بتتعنونية؟ بعنونة؟ المحبة هي أساس النجاح يا رادو جريغوريان شرفتيني كنت ضيفتي اليوم أنا كتير مبسوط بحوارك وبتاخذ العقل واشتقنا لك وبتلبق لك الشاشة مرسي كتير أنا اللي بدأت شكرك على اللقاء الحلو وبدي يوجه تحية لكل من كان يتابعني وعم يسأل عني بحبهم كلهم وبشتق لهم أكيد وشكرا كتير لألك ويتمنى لك التوفيق ودائما إلى الأمام وإلى الأفضل شكرا لإلك سعد أوقاتك وتحية لكم مستمعين ومتابعين بلتقي فيكم الحلقة الجاية ضلوا ألف خير